اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة وإسم كبير وأنا بعتقد أن هذه واحدة من لقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه اللقاءات القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقر و بالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير الأساس دكتور عيم العلم في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغير الألم فضاهري ده نزلها غضروف نزلها غضروف يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها هدفع تمنع غالي 15 شهر في السنة بأخد علاج مش بتاعي دمروني بجد إزاي إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح البي أربي عزى العالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هخفه هرجع لطبيعة شو عمري ما كنت أتخيل كده الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الإسم الكبير أستاذ دكتور أيمن عنب أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور وحشني والله وانت كمان الحقيقة النهاردة عنواننا البي أربي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وأنا دايما أنا بقى بقول الإسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وعشرين العلاج للقرن القادر القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة بدأي الأول إيه رأيك في اللي احنا شوفناه دلوقت؟ طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما عارك كنت قلت قبل كده في حلقة قبل كده احنا ما عندناش حاجة تحمينا مبارحنا شوية لحم عضلات سهل تكسر مفاصل كتيرة قوي بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات اللي زهلاء على التلج السكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول الأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغد الوقت اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعد بتحصل وساعد تأفي نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده إنما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها تدفع تمانع غالية اللي بيلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي تساعات التهور يعني بيخليك تقعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت في غنى عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقاله سنة بيتعالج بينها بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة أن سهلة تتصد فخلي بالك دعي يجورني للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز للحلقة أعرف أن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب والألم؟ ما هو الألم بتصاحب الالتهابات دائما إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني أنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديشه فولت المناسب بتقعد تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفز طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخف معك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك أنا بقى لي عشر سنين بلف عدة كترة وما أصرتش ومعها حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان نبدأ مع التصليح طبعا حضرك عارف الـ action potential وال or none لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدأ الخلاية تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخسونة وقلام العضلات اذا طولت عن كذا شهر 3 ل 6 شهور يبقى انت معرض تعيش بيه طول عمرك ازاي احنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي هي اسمها الـ PRB هنيتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل فيه ناس كتير بيستعملها ولا لأ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني انت اكيد سمعت عن كذا صحيحة في الطب بطلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت لان يعني فيه اية هنبدأ بيها بس فأما الزبت فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالـ PRB دا كاترة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هائلة بيجي لي ناس من الأقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا احنا حقلنا وتحسلنا او كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد دا دليل على النجاح الحمد لله وإحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الأثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيهش تغيير في ميجا ستارز وناس رأس مالهم في جسمهم يتعالجوا بالبي اربي جارس بيل نادال النجوم الرياضين يعني جارس بيل دا نموذج ليه العلاج بالبي اربي فيه إصاباته كان ممكن تطول فترات طويلة جدا وإصارها بالبي اربي صحيح زي ما حرج بتقول برضه الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد إنه تصلح الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضه فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لأ طبعا اللي بقاله ستة شهور دا حيشيله غضروف حيخف اللي بقاله خمس سنين دا حيشيله غضروف حيخف 30% مين أشهر أماكن الألم؟ أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة إيه أشهر مناطق الحركة عندنا؟ الرقبة زي دي كده دا مفصل الفك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى وبفتكر دايما أنه عنده العصف الخامس ويطلع مفصل الفك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمر واحد لأن نص الظهر دا فيه في فقرات الصدرية فإلى حد ما محجمها الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلم أسفل الظهر اللي اللي عم بيقوم من النوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين ثلاثة في السرير مش عارف تحرك بسبب نبات الألم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من ورا تفتكرها أنها فقرات دي برضو من أشهر الأماكن بزاد في السيدات مناطق التندو أكيلس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة كعب عالي بالزبط هو ممكن كعب دعم المشاكل جميع مفصل الصبع للصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي هي طبعا اللي بيتمشيك فدي عليها لودة عالي جدا فدي من أشهر أماكن الألم هنا في سؤال مهم جدا هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجمع دي أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى جزء من حياتي وعندي إحساس جوه أنه عمره ما هيروح هل الكلام ده علميا صح والعب لسه عندي مريضة ست جميلة سيدة فاضلة فوق الستين بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا بقعادة عشر تيام في البيت ما بحركش قالتلي أنا ما عنديش للأسف رفايات العجز أنا ما قدرش يقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيها وأنا كنت معتقد أنه حيجي لي يوم في الأيام أنه ظهر هيخف إزاي أنا مش عارف ستة دي الحمد لله خفت خفت تماما تشوفيت 100% وكل ما شوفها بتقعد تدعي لي ستة جميلة جدا هيتعتمد على إرادة المريض المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصله ويمكن إحنا لو تكلمنا على أنواع المرضى فمريض طبعا عنده طاقة سلبية كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية فدايما بيقول إن عمري ما حقفه عايش كده وفي مريض دايما عنده طاقة إبجابية بيدور على علاج مختلف ودايما حيلاقي حل وبيتعاون ده مريض هايل أنا هقف عندي حتة مهمة جدا والحقا أنت ديك يعني زي ما بيقوله الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة الأشعة العين بيروح يعمل الإنسان بيروح يعمل أشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عملية أنت كارثة أنت زي ماشي على رجلك الأشعة بتوريك أنا بشوف ناس صحابي يجيبين الأشعات تيجي تشوف الأشعة مخيفة ورجل ماشي وبيلعب حرك عادي معك حالي مشكلة خالص فهنا نقف شوية كنتمي الحكاية دي هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراضه كيف نميز بالتنين الحالة دي قضية مهمة آه جدا لا إحنا طبعا إحنا بيعالج مريض بالأعراض أنا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد أول حاجة بقوله شكويتك إيه أتشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقوله غالبا دي عملية أكشف عليه أو للإنس اللي أنا قلته خالص في ملكش عملية وأحد يقولك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى لأن إحنا الأشعة إنها ديسك أو غضروف أو مش غضروف الغضروف ده مش مؤذم السرطان يعني يعني أخرو بيبقى جنب العصب لو العصب مدائق منه حيعمل أعراض لو مش مدائق حيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع شوفت أشعات عندها زعزعت فقرات نزالة قضروفي بسألها شكوتها إيه بتقول لي ألم في الظهر الصبح بتمشي حضراتك بمشي ثلاث ساعات حضراتك مالكيش عملية وعمرك ما هتعمل عملية وهي فوق الستين سنة ألمها حتا التالي وفي واحد بيبقى عنده اللي اتنين فأنت بتوزنها هو هيخف بالعملية كم في المية لو هيخف بنسبة كبيرة سبعين ثمانين هنعمل له لو هيخف عشرين ثلاثين مش هنعمل له طب ما نعالج السبعين ثمانين الأول بعدين نساب له العشرين ثلاثين يعيش بيهم فطبعا الأشعات هي مشكلة زي محارك بتقول التطور دلوقتي يخلى المريض دايما عايز يشوف كل الدليل الديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الأول أنا عندي إيه قولي الدليل وحخف إزاي أو حخف ولا لأ وقولي فحوصات أعمل عرف إنه حخف ولا لأ وإذا خفيت الديني دليل إن أنا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضية تانية مهمة أفضل قضية خطيرة يعني وبرضا تريد الفضل في إنك أسر طاعة كان يعتقد ومازال يعتقد فيه أوصات كثيرة جدا لأنه أي ألم في الظهر ده أنزل لأخو ظروفي خلاص ألم في الظهري ده أنزل لأخو ظروفي وأنزل لأخو ظروفي يعني أعملي والله هاي هو تلك حاجات وربع يعني هو أي أي ألم في الظهري أنزل لأخو ظروفي وأي أنزل لأخو ظروفي إذا عملية هذا معتقد ريب جدا صحيح حسب معك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل هاني أستاذ هاني عفيفي هي يعني هيسألك سؤال مهمة تعالي نشوف هاني عايز بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلت لويين رقبتنا أو على اللابتوب حانيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكر على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومع أئلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوك وانتشر معاها مفهوم الإنزلاق الغضروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخدر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي الأعراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده انزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فورا وإيه هو علاج الانزلاق الغضروفي لأنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معك حق هذا السؤال طيب نبدأ الأول الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غضروف اتفقنا ده خشونا ممكن يبقى معه خشونا إنما ألام الظهر بس ده خشونا حتى لو فيه غضروف في الأشعة على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق الناس لازم أما نرفع رجلو ما إدارش رفاه حق 24-30 درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معه تنميل ويكونوا غضروف في الأشعة مقنع لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجي لي أشعتها نورمل وتبص على رجلو وتلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجلو بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش حقدر يوصل الوحدة للتشخيص بس أي حد حيقولك عملية لازم تاخد رأيي 2-3 كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات الحق نفسك البول حيسبقك العين طبعا بيسمع البول حيسبقك ده بينار لا هو ما فيش غضروف بيعمل كده إلا 1% من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصة العملية يعني معظم الناس بتخف الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني أنا لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكر غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالPRP أو بعلاق تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش فالعملية نتائجها من زي الناس فكرة إن أنا حخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة بتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد إنت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلايف عضلة بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلة اللي عامل عملية فيبروميارجي آه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلاء غضروف في ثلاثة واربعة واربعة خمسة خمسة أولا وكلهم نتوءات لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلا تقرير جاي من بره حد عاش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها مالوش أي دليل دلالة كلينيكية يعني باللغة البسيطة كتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تذكر هو ما قدرش نكره لا تزكر وما قدرش يخطك به انما هو يقولك في غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العيان يبقى عارف إيه المهم وإيه اللي مش مهم طبعاً يعني فقدنا الأولويات ما عندنا شفق الأولويات في لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لأ في أولويات وانا ما بفكر العين بفك Discان في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك؟ أنا حطلعك مع عملية كويس ولا مالوش لازمة قدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية؟ بطرق مختلفة آمنة الـ PRB يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا هنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده غضروف ومحتاج الجرح وناس تاني كتبتمشي خطوطين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدل لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زكا طبعا إذا كان يحتاج إلى زكا في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها زكا بالضبط وده العين اللي بيزعل بقى إنه هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مش للرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب خلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أحسن بكتير من ما بدأنا أحسن بكتير أحسن بكتير الحمد لله أحكي لي بقى أنا عايز أسمع قصص المرضى يعني وإعنا من يمشي كده تتشوقتني تليه لعيبة كورة آه ده ده مهم يعني لعيبة كورة يعني إنت ببترجعش واحد يمشي أو راح واحد بقى يرتاح ده 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 أداء عضلي قوي دي حقيقي يعني أنا جالي وبعدين عنده غضروف كبير بدأنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في الـ PRP تحسن أكتر آه أنا بقوله أنت بالنسبة لبن أدم طبيعي عمره ما حيش تكي إنما أنت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده 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 أشعة يتلعي بكل لا ده ده أشعة آه تانية مريضة كان عنده ده يعني تشايف فقرات العنقية على اليمين دي كلها ملاخلاخة دي كلها زواد عضمية عدم ثبات آه ألم في الرقبة جامد إلا على الشمال آه نفس القصة ومعه غضروف عالي قوي واحد واثنين اللي تساهم الأخضر ده ده نزلق غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده 52 سنة من أسيط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس دقائق ووعد في الطريق برضو هو خايف من الجراحة بدأنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خفة 70% بمشي كويس جدا كلام ده من سنة ومن ساعتها لغد الوقتي زي الفل ده حالة نمرة اثنين ده سيدة من الفايوم عندها 62 سنة عندها ألام كانت بسبب دي القناعة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضرة دي قناعة عصبية دايقة العلامة الزرق قناعة عصبية واسعة بأن الفرق بتهي آه طبعا بالضبط ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها ألام عرق النسف في الساق اليومنا تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% وسبعين وكده دي أرقام من بق العيان هتبقول له دي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت ماكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده 4-5 وجاية على هتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب البيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودة دي جاي يقفل عليه ده عنده عرق النسف ألم شديد جدا ألم شديد جدا ده مريض برضو عنده 55 سنة ومشكلته إنه عنده ألم عرق النسف في الناحة اللي مين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات يعني وصلنا النتائج 70-80% الحقن الموضعي هنا يعني في أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح كده؟ صحيح أه وخصوصا إنه في ناس دلوقتي بقى تدي عندها الشاكة العضلية كبيرة قوي بص تلاقي وخصوصا اللي بتمررون في الجام السيتات البيوت البنات عادتهم الغلط تلاقي حتة فرق دي بيتموت أه صحيح وبعدين طبعا تعرف في ناس بين دلوقتي عاملين بقى ولكن اللازق عارف اللازق عارفها ملونة دي ملونة دي والناس مبسوطة يعني الناس ملونة تعتى الرياضة آآ آآ يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي أنا معرفش دورها إيه يعني أنا معتقدش هو زي ما قلت حرطتك مخدر لأ مفيش حاجة طولت حتخف لوحدها يعني عشان بس نبقى واضحين والازق دي مش تفرق معك أول حاج خلص هو بتقلل الألم زي وزي أي حاجة في الدنيا إنها ما بتعليقش المنبع نفسه إحنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الألم المزمنة بيركنها في الأرشيف ما تطلعش من الأرشيف تاني هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هتلاحها تاني إلا تتهاب الحد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي بيقول صفاحة دموية تبدأ تنبه الجسم إن الإصابة لسه حصلة يبدأ يشتغل عليها صلاحها يرجحها زي الأول إذا المطور دار ما بيتفوشها لما بيخلص بطريقة بسيطة مبساطة يعني بدون ما نخش في تفاصيلة الضيئة فالفرق بين ده حاجة اسمها الريجينرتف ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي أر بي هو على رأسهم أو حاجات تانية كان برولو سيرابي البايوبانكتر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه ناتشرال من دم العيان من نفس الخلاق بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جوه صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعليجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا أهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جوه حلو ما عندهمش تلوث طبعتهم البدوية والصحرة دي خليجي اسموهم سليم أكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم بشتغل بصورة حلوة أول اللي عايش في منطقة تلوث عنيفة شامم أكل وشامم ريحة مش كويسة شامم جوه ملوث بيأكل أكل كماوي فيه كماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها الخلاق الجزائي اللي هي مسؤولة عن التوصل إيه هيا فيه سؤال لمخرجنا العبقري أستاذ هلال السويدي بس هتسمعوا على لسان مخرجنا الخارجي أستاذ هاني عشي تعالوا نشوف هاني هيقوله ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو واغز سككين بتختلف شدته من معتدلة لحدة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول أن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل لطول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فأي علاج ألم أسفل الظهر الحاد وهل البي أر بي لي دخل في علاجه وإزاي نقي نفسنا منه وإي خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص كل المخرجين كل الناس اللي تشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم ظهر أسفل ظهر كل زمل المزيعين كل مخرجين القناة بيشتكوا والمعدين بيشتكوا من ألم أسفل الظهر يعني ليه؟ عادتهم هم عادين موظم الوحيد وتكيفات عالية جداً هو بيسأل على الألم الحد وحادتك بتكلم على الألم المزمنة فأنا هجابوا على السؤال الحد ده ألم الحد ده سيبه وحيخف الوحيد يعني ها بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حصل من الأسبوعين جاي أخذ بي أبيه بقول له لأ حادتك خضر وشتها وروح وهتجي لي غالباً كويس وبيجي كويس فالحد ده غالباً وإحنا عايزين نوصله للحد ده هو دي مرحلة التصليح سيبه حيخف الوحيد المزمن بقى هو ما عندهش أمل أنه يخف الوحيد للأسب فلازم نرجعه للحد بإلحق البي أر بي ده لو الألم دايقاء يعني إيه معطلة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده ثلاثة عضلي المريض ده كان تقريباً حيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش حبيقول لي حتى المناسبات ما بروحش عاملها لعازها ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة حتة دي حتة دي مزعجة جداً دي عضلة اسمها ترابيزيس دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما انت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جامد دي تتمزق دي عضلة مزعجة جداً وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف فضيعة فضيعة دي برضو بتتحقن الحقن إحنا بناخد كذا طريقة في الحقن بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الأطولة اللي مشتغل بيها وعلى حسب إحنا عايزين نوصل لإيه في الآخر طبعاً إحنا بنشتغل حاجة اسمها ساعة سيجمنتل سيجمنتل يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضلة ليها طبعاً الحقن تركيزات معينة علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو التركيزات القليلة ما بتديش النتاج الكويس فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته دي طبعاً الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن كان خنقت العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخفها ما بايتش عامل عملات تسليق عصب دلوقتي بقالي كذا السنة بسبب كل الناس بتخف بالحقن من يعتقد أنه يائس أو لا أمل ده ألم مزمن بالوسني نقوله وإيه طبعاً إن شاء الله فيه أمل بس برضو أنا بقول العياني مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه ويه المقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70-80 سنة مزاي اللي عنده 20-30 سنة اللي جاي في درجة خشونة خمسة مزاي لو واحد واثنين فكله برضو بالنما دايماً فيه أمل إن شاء الله من إذا قدم عليه أي حد يقول له يلا قطت عمليات يلا نعمل عمليات لا لا طبعاً ما فيش حاجة اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده أبداً وخصوصاً في العمود الفقري ما عندناش طوارئ دي يعني مش عندك الفغيبوبة ولا ورم في المخ لا لازم التأني لازم اديله فرصته إذا استنفس كله فرص أو فيه أعراض مخيفة حقول له وبرضو ما فيش يلا بكرة دي يعني أي حد يقول له كده يسيبه ويمشي يخد رأي تاني وتالت وما فيش أسكله واحد للأسف مش حاجة الرأيه فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية بس إذا كان الأمر فعلاً بي أر بي وعلم حديث ينبغي أن تفهموه جيداً العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته تبقى كبيرة جداً في المستقبل القريب جداً والحاضر طبعاً أنت لوطني وأسعدتني وكان حواراً ممتعاً كالعادة ضيف العزيزة لكم العلماء الكبير السيد دكتور أيمان عينب كان ضيفي في الدكتور البي أر بي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده وليه؟ خلي بالكم منظهركم وإوعى من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة دي إوعى منها خطر جداً 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 خلوه دايماً مع الدكتور